بتمويدا من الاتحاد الأوروبي وتكلفة تصل قيمتها إلى 6 ملايين و 500 ألف يورو قررت الحكومة الموافقة على تحديث معبر الكرام الحدودي بين الأردن والعراق ويهدف المشروع الذي أقره مجلس الوزراء اليوم إلى تطوير البنى التحتية والفنية للمعبر وسيتم إنشاء مباني للجهة العاملة في المركز الحدودي وتوفير المعدات اللازمة للعمل وتوفير التدريب المتخصص بإدارة الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة موسيقى